عرض كتاب الخريطة الاستثمارية نموذج إدارة اقتصاد دولة الكاتب الدكتور أحمد يحيى مطر طبيب درس الاقتصاد واختص به منذ سنوات طويلة يدرس الاقتصاد في جامعة ابن خلدون في إسطنبول يرئس جمعية التخطيط الاقتصادي ويعمل في مجال التطوير العقاري يقدم في الكتاب مفهوما متكاملا للخريطة الاستثمارية كنموذج عملي لإدارة اقتصاد الدولة يوضح أن الدول تنهض اقتصاديا إذا تكاملت أدوار مؤسساتها المالية المختلفة بتحديد مؤشرات الاقتصاد الفعلي للدولة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم من حصن الطالع أن تكون هناك فرصة لطرح هذا الكتاب الجديد في هذا البرنامج المحترم هذا الكتاب الذي صدر منذ ثلاثة أيام فقط مع افتتاح معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي هذا الكتاب الذي يحمل عنوان الخريطة الاستثمارية نموذجا لإدارة اقتصاد دولة ولهذا الكتاب قصة بدأت منذ حوالي أربعين سنة حينما بدأت في دراسة السياسة والاقتصاد بعدما كنت أنهيت دراسة كلية الطب والجراحة في جماعة الأسكندرية ثم استأنفت دراسة السياسة والاقتصاد في تلك الفترة منذ حوالي أربعين سنة حينها بدأ الحلم يتواضر إلى ذهني وبدأ الحلم يولد في خاطيري وفي مخيلتي أنه لابد أن يكون هناك نموذجا عمليا وعلميا صحيحا نستطيع من خلاله إدارة اقتصاد دولة تريد أن تنهض من حال التخلف وتراجع وفاقر وجهل ومشاكل وأزمات إلى دولة قوية تستطيع أن تضع نفسها في مصاف الدول المتقدمة والحقيقة أنني وجدت أن تقريبا معظم الدول العربية والإسلامية تحتاج إلى هذا النموذج الذي ينتقل بها من حالتها الراهنة التي نعرفها جميعا والتي تعتبر حقيقة فتنة للعالم كله في أن العالم المسلم يمر بهذا التخلف وهذا الضعف وهذا التراجع الاقتصادي والحضاري كيف يمكن لنا أن ننتقل إلى ما نستحقه من مكانة متقدمة بين دول العالم المتقدم والقوي اقتصاديا نظرا لما نتمتع به من ثروات مادية وبشرية ضخمة ومن موقع جغرافي متميز ومن سيطرة على حركة التجارة الدولية ووجود المضايق والبحار والسواحل والمعادن والمصادر الطاقة والنفط والغاز وكل الحقيقة يعني موارد اللازمة لإقامة دولة إسلامية قوية أو أمة إسلامية قوية تستطيع أن تكتسب صفات المنعة والهيبة والرفعة والعزة التي تستطيع من خلالها أن تكون نموذجا يكتسب كل إنسان في هذا العالم إلى أن يعرف ما هو الإسلام من خلال أن يرى نموذجا اقتصاديا إسلاميا قويا في دولة تطبقه بشكل قوي هذا النموذج الحقيقة بنية ليس فقط على الأحلام ولا على النظريات ولكن بنية على التصور العلمي والعملي والتطبيقي القابل للتنفيذ وجاء ذلك من خلال دراسات متواصلة على مدار الأربعين سنة بأشكال مختلفة في دراسات البكالوريوس ثم الديبلوما ثم الماجستير ثم الدكتوراه ثم البحوث ثم الدراسات ثم المحاضرات ثم المؤتمرات الدولية ثم المناظرات ثم التحديات ثم المشاركة في كتابة برامج أحزاب أو برامج انتخابية أو العمل بمنح الاستشارات للبرلمانات أو غير ذلك كل هذا تمخذ عن هذا التصور الذي وضع في هذا الكتاب الحقيقة لو حبينا أن نستعرض ماذا بداخل هذا الكتاب سنجد أنه كتاب تكون من عشر فصول والحقيقة الفصل الأول بيطرح ماذا يعني نموذج إدارة اقتصاد دولة يعني هل فعلا نستطيع أن نضع في كتاب واحد خطة متكاملة نستطيع من خلالها أن ندير اقتصاد دولة من الألف الإلياء؟ نعم هذا هو المتاح طب أيضا في الفصل الأول تحدثنا عن لماذا صدر هذا الكتاب وما هي أهدافه وما هي الإضافة التي يضيفها وما هو هذا النموذج وطبيعته وأخيرا اختتمنا الفصل الأول بأن وضعنا تصور أن الخريطة الاستثمارية للدولة تستطيع أن تكون هي العنصر الحاكم والقائد الفعلي والموجه الرئيسي للتخطيط الاقتصادي لإدارة اقتصاد الدولة أن الخريطة الاستثمارية هي الحل الوحيد والصحيح الذي من خلاله نستطيع أن ندير اقتصاد الدولة وننتقل به من حالة إلى حالة وكما قلت في الكتاب نستطيع أن ننتقل من حالة السودان إلى حالة اليابان فعلا بلا مبالغة أو من حالة مورتانيا إلى حالة ألمانيا أو من حالة سوريا أو إندونيسيا إلى حالة كوريا وما هو أعلى من ذلك الحقيقة يعني ببساطة الخريطة الاستثمارية ليست هي مجرد قائمة مشروعات تعلنها الدولة لكي تقول أنها لديها فرص الاستثمار هذا تعريف قاصر جدا ومن خلال هذه الدراسة اكتشفت أن لا يوجد حقيقة مرجع ولا تصور سابق من قبل في دراسات السابقة أو الكتب السابقة تعرض إلى هذا المفهوم كيف أن تكون الخريطة الاستثمارية هي الخريطة الفعلية لإدارة اقتصاد الدولة الواقع أن الخريطة بهذا الشكل تقول أن لدينا في كل دولة حكومة ولدينا مجتمع مدني الشعب الذي يتكون من مؤسساته الأكاديمية والإعلامية والدينية والمنظمات غير حكومية والشركات ولدينا أيضا أسواق المال البنوك والبرصات ولدينا في النهاية القطاع الخاص ورجال المال والأعمال والمستثمرين كل هذه المكونات تستطيع إذا تحالفت من بينها وعقدت فيما بينها تحالفا من أجل النهضة والنهوض بالدولة من خلال مشروع قومي واحد تستطيع أن تجتمع على جلسة واحدة وفي مجلس واحد وفي إطار تنظيمي واحد مطروح في هذا الكتاب كيفية تنفيذ هذا الإطار تستطيع أن هي تبني الخطة من خلال الرفع الواقع والمعلومات الحقيقية الدقيقة عن واقع الاقتصادي الراهن لهذه الدولة من خلال معرفة وتحديد مؤشرات الاقتصاد الكل الفعلية في الدولة يعني ما هو حجم الناتج الإجمالي ما هو الدخل القومي ما هو متوسط دخل الفرد ما هو سعر الصرف سعر الفايدة معدل الفقر معدل التضخم معدل النمو معدل البطالة الموزنة من حيث الفائد والعجز الحساب الجاري ميزان المدفوعات الميزان التجاري من حيث الفائد والعجز الاحتياطيات التي موجودة لدى الدولة من الدولار والذهب وغيره ثم الدين العام ونسبته الناتج الإجمالي وغيرها من المؤشرات مثل مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر مبيعات التجزاء وغير ذلك كل هذه المؤشرات لابد أن توضع بدقة وأمانة أمام هذا المجلس ثم يقوم هذا المجلس بوضع وطرح ما هو المستهدف من تغيرات في هذه المؤشرات ولكي نبسط الأمر نقول أنه يكفي أن نبدأ بمؤشر واحد جامع وهو مؤشر الناتج الإجمالي المحلي هذا المؤشر هو حقيقة هو المؤشر الرئيسي الذي يحول ويغير في كل المؤشرات العشرين التي ذكرناها والمؤشر الناتج الإجمالي هو حجم وقيمة وحجم كل الإنتاج السلعي والخدمي للدولة في خلال فترة محددة مثلا تحدد بالسنة يعني قيمة كل ما ينتج في داخل الدولة في خلال السنة هو ذلك ناتج الإجمالي هذا ناتج الإجمالي إذا قسمناه على عدد السكان بيجيب لنا متوسط داخل الفرد طيب إحنا متوسط داخل الفرد مثلا في دولة ما ندي نموذج عشان نبسط الموضوع متوسط داخل الفرد في دولة ما تقريبا مثلا عشرة ألاف دولار وهذا يعتبر أقل الآن من المتوسط العالمي متوسط العالمي الآن وصل إلى 13 ألف دولار لكن الدولة تريد أنها ترتفع من عشرة ألاف دولار إلى عشرين ألف دولار إذا يبدأ من مضاعفة الناتج الإجمالي بنسبة مائة في المائة فإذا كان عدد السكان مثلا مائة مليون والمتوسط داخل الفرد عشرة ألاف إذن الناتج الإجمالي تريليون دولار والمستهدف الآن أصبح عشرين ألف دولار في عدد السكان مائة إذن المستهدف اثنين تريليون أصبحت الفجوة الآن تريليون واجب المجلس الأعلى للتخطيط هو تحديد الفجوات وأول فجوة هي الفجوة في الناتج الإجمالي تريليون كيف يحصل هذا المجلس الموقع في خلال مدة محددة مثلا تتراوح بين ثلاث أو خمس سنوات في المدى المتوسط أنه يستوفي هذا النقص ويقفز فوق هذه الفجوة ويردمها بحجم من الناتج الإجمالي طبعا يستحيل أنه يقفز هذه القفزة بمجرد أن يعلن عن حوافز استثمار أو تخفيض ضرائب أو غير ذلك من المحافزات ولكن لابد أن يعمل على حجم ضخم من المشروعات يستطيع أنه ينتج هذا التريليون هذا الحجم كيف يستطيع أنه يحدده يستطيع أن يحدده إذا اختار عدد من المشروعات عدد محدد من المشروعات يكون متوسط مضاعف الاستثمار والقيمة المضافة للدولار في كل مشروع في حدود الأربعة دولارات فإذا كان قسمنا التريليون على أربعة اللي هو مضاعف الاستثمار أو القيمة المضافة نستطيع أن نحدد أن إجمال الاستثمارات المطلوبة 250 مليار طيب كيف نستطيع أن نجلب الـ 250 مليار ليس بالاقتراض ولا بالاستدانة ولا بالإعلانات ولا بالمحافزات لكن لابد من إعلان عن 250 مشروع قيمة كل مشروع مليار دولار أو ألف مشروع قيمة كل مشروع 250 مليار يعني حجم من المشروعات رأس ما لها الثابت والعامل في حدود هذا الرقم اللي هو الـ 250 مليار دولار بمضاعف أربعة نستطيع أن نقفز بالناتج الإجمالي إلى تريليون طيب كيف نستطيع أن نأتي بحجم من المشروعات قدره 250 مليار اللي هو رقم المستهدف وقد يكون في دول أخرى المستهدف أقل وقد يكون أكثر هذا المستهدف يأتي من خلال هذا المجلس الأعلى للتخطيط ومعه جهاز تنفيذي يستطيع هذا المجلس أنه أول شيء بيتفق على المقاومات اللازمة لنجاح الخريطة أول مقاوم هو المقاوم الفكري وأول مقاوم فكري هو المرجعية الإسلامية أنه هذه الخريطة وهذا الحجم من المشروعات وهذا النموذج لابد أنه ينضبط بأحكام الشرع الإسلامية بفقه المعاملات المالية الإسلامية لابد أن ينضبط بمبادئ الاقتصاد الإسلامي بمقاصد الشرع لابد أنه يسير في الخط الصحيح ونحن للينا يقين لا يعني أي شك فيه هذا اليقين أنه الاقتصاد الوحيد الصحيح في هذا العالم هو الاقتصاد الإسلامي لأن هذا الاقتصاد الإسلامي ليس من وضع بشر وإنما هو من عند الله عز وجل جاء في الوثيقة الرئيسية للديانة الإسلامية وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من عزيز حكيم هذا الواقع طبعا ليس مجال شرحه الآن لكن نحن في البداية لابد أن نلتزم بهذه المرجعية الإسلامية بؤساء متعددة مشروحة طبعا ثم لابد أن يكون أيضا لدينا رؤية استراتيجية إبداعية تتحقق من خلال أن يكون كل من داخل هذا المجلس لديه القدرة على الإبداع أو قبول الإبداع أما المتباطئين والمنغلقين والبخلاء وعديم التصور ومنعدم الرؤية ومحارب الإبداع فلابد من أن لا يكون لهم موضع قدم في هذا المجلس أو في الجهزة التنفيذية في هذا المشروع بعد ذلك هناك مقاومات سياسية تأتي من الإرادة السياسية المستقلة للدولة وهذا أيضا لابد أن يكون أساسي ثم من أيضا المقاومات الاقتصادية أن يكون لدينا الحجم الكامل والوافر من المعلومات عن كل ما لدينا من مصادر ثروات وموارد مالية وبشرية وطبيعية وكل مصادر القوى الاستراتيجية التي لدينا أيضا لابد أن يكون لدينا دراسات الجدوى التفصيلية لكل مشروع من المشروعات المقترحة وسنتحدث عن هذا الأمر بالتفصيل ثم يكون لدينا في النهاية مقاومات دولية تتعلق بالصورة الذهنية لهذه الدولة التي تستفيد بها في جهازها الدبلوماسي الرسمي الدبلوماسية الرسمية لهذه الدولة لديها دور ضخم في نجاح هذا المشروع وهذه الخريطة الدبلوماسية الشعبية والقوى النعيمة لديها دور ضخم في هذا المشروع لا يتحقق ذلك إلا بداية من خلال العمل على رسم صورة ذهنية قوية وجميلة وجاذبة للدولة من خلال القوى النعيمة من خلال قرارتها السياسية التي لها بعد إنساني وبعد أخلاقي وبعد تنموي وبعد فيه دعم للشعوب الأخرى ووقوف مع الدول الأخرى في الأزمات والكوارث وغير ذلك مما هو مشروح في هذا النموذج بعد ذلك المجلس يبدأ فيه اختيار المشروعات لكي يستطيع المجلس أنه يختار الحجم المناسب من المشروعات لابد أن تضرح عليه ألاف المشروعات التي تأتي من كل مناطق الجغرافية للدولة من كل الولايات كبرت أو صغرت بعدت أو قربت من العاصمة قربت أو بعدت من مراكز المال أو مراكز الحركة الاقتصادية لابد أن هذا المشروع يغطي كل أجزاء الدولة ولابد أيضا أن يغطي كل الأنشطة الأنشطة الإنتاجية السلعية والأنشطة الإنتاجية الخدمية بكل ما فيها يعني ليس فقط الزراعة والصناعة طبعا التصنيع القابل للتصديق له كل الأهمية والأولاية ولكن أيضا التعليم والصحة مشروعات إستثمارية حقيقية وتأتي بالعائد المهم المشروعات الإنشائية والإعلامية والإعلانية والتسويقية والمصارف طبعا مشروعاتنا هنا ستركز على الاقتصاد الإنتاجي الحقيقي العيني وسنبتعد عن الاقتصاد المالي الوهمي التضخمي الدار بعد ذلك يستطيع الجهاز التنفيذي لهذا الذي يتكون من برئاسة رئيس الوزراء ونائبه للشؤون الاقتصادية أما الجهاز المجلس الأعلى التخطيط فبرئاسة رئيس الدولة ومعه الأمين العام هو نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومعهم وزراء المعنيين ومعهم ممثلي المجتمع المدني وقطاع الخاص وأسواق المال والنقابات العملية والأكاديمية والدينية كما لابد أن يكون هذا المجلس موجود بالتفصيل تشكيله والجهاز التنفيذي موجود تشكيله الجهاز التنفيذي يدرس كل الاقتراحات التي أتت من كل الدول من كل أسف من كل الولايات ويقوم بفرزها وطرح عدد من مثلاً 2000 أو 3000 مشروع على مجلس التخطيط مجلس التخطيط يقوم بالفرز ويستقر على العدد المناسب من المشروعات التي لها مضاعف استثمار إذا تم حسابه في رقم رأس المال نستطيع أن نخرج بناتج إجمالي في خلال مدة محددة بهذا نقفز إلى ردم فجوة الناتج الإجمالي ومن خلالها يتم رفع مستوى دخل الفرد إذا رفعنا الناتج الإجمالي نستطيع أن نعالج سنرفع معدل النمو إذا ارتفعنا بمعدل النمو انخفض معدل البطالة واقترب الحقيقة من أرقام بسيطة جداً إذا ارتفعنا بمعدل النمو إلى 10 أو 11 أو 12 أو 13 أو 15 وهذا في هذا المشروع ليس صعباً نستطيع أن ننخفض بمعدل البطالة بما يعادل بـ 3 أو 3.5% كل عام يعني بحساب قانون أكون المذكور أيضاً نستطيع أن إذا انخفضنا بمعدل البطالة وأوقفنا تضخم نتيجة امتصاص السيولة التي ستتوجه إلى المشروعات وأيضاً زاد العرض على الطلب وثبت سعر الصرف نتيجة الزيادة في الميزان التجاري نتيجة زيادة التصدير سيتم انخفاض سيتم سبب سعر الصرف مع سبب سعر الصرف وزيادة معدل النمو وانخفض معدل البطالة سيتوقف التضخم إذا توقف التضخم وانخفض البطالة انخفض مستوى الفق نستطيع أن نقول له لن تحدث له زيادة بل سينخفض إلى معدلات قد تصل إلى 3 أو 4% كل سنة عن السنة التي قبلها وقد يزيد عن هذا كل هذا طبعاً مشروح بالتفصيل كيف نستطيع أن نختار المشروعات لابد من دراسات جدوى مبدئية ثم دراسات جدوى تفصيلية قانونية وتمولية وتسويقية وفنية مشروحة أيضاً كيفية إجراءها لابد من الإنفاق بقوة على هذه الدراسات بحيث مهما كان حجم الإنفاق عليها نستطيع أن نقدم مشروع للعالم نقدمه بالدراسة الجدوى التفصيلية طب هل هذا يكفي؟ لا هذا لا يكفي لابد من ترتيب حملة إعلامية ضخمة على مستوى العالم وعلى مستوى الداخل لأن هذا المشروع الذي يتطلب كما ذكرت مثلاً 250 مليار للدولة التي تريد أن تضاعف أو تزيد في الناتج الإجمالي بما قمته تريليون يحتاج إلى أن تجلب 250 مليار دولار قد يكون نصفهم من الداخل ونصفهم من الخارج فالاكتتاب المحلي مهم جداً لكن الاكتتاب المحلي لابد أن يأتي من دعم حكومي ودعم بنكي ودمان نجاح هذه المشروعات بالحملة الإعلامية التي يتبنىها الإعلام الرسمي والمؤسسة الأكاديمية والمؤسسة الإعلامية والمؤسسة الدينية لابد أن تتبنى أيضاً ومؤسنظمات غير حكومية تتبنى هذا من خلال إعلام مشروعات حقيقية تستطيع الدولة أنها تضع فيها استثمارات محدودة ولو بالدخول باستثمار العيني بالأراضي والبنوك بحيث أنه مثلاً البنوك تضع ما لا يزيد عن 1% من قيمة الاستثمار يعني إجمالي ما ستضع البنوك لا يزيد عن 2.5 من الـ 250 مليار نحتاج 2.5 مليار دولار وهذا رقم بسيط يوضع كمساهمات عينية بالمواد الخام أو بالمكينات أو بتمويل الأراضي وليس بالتمويل النقدي حتى لا يتتبخر هذه الأموال ونحافظ عليها تستطيع هذه البنوك أن مساهمة البنوك ومساهمة الدول تؤدي إلى جذب الاكتتاب المحلي وهناك أيضاً وسائل أخرى مشروحة لتنشيط الاكتتاب المحلي ثم بعد ذلك الاستثمار الدولي يأتي من خلال أن تقيم الدولة جهازاً دولياً للتجوير لهذه المشروعات هذا الجهاز يكون مقره في العاصمة ولكن أطرافه في جميع الدول التي لدى الدولة السفارات فيها يقوم الملحق التجاري ومستشار الدجاري للدولة في هذه الدولة الخارجية يعني مثلاً دولة مثل تركيا لديها مثلاً 180 سفارة لدينا 180 ملحق تجاري ومستشار تجاري كل مستشار تجاري عليه أن يوقع عقد شراكة مع شركة محلية للتجوير تتقادع عمولات تصل إلى 1% أو 2% أو أكثر في حالة جلب التمويل فبهذا الشكل إذا وضعنا مثلاً من الرسوم أو الإنفاق بلا تقطير على الدراسات الجدوى ما يوازي مثلاً 1% وأنفقنا على الحملة الإعلامية ما يوازي أيضاً 1% أو 2% وأنفقنا على الأتعاب التمويل 1% أو 2% نصل إلى 5% إنفاق لجلب 95% فإذا كان لديك عضو في المجلس يقول 5% كتير عليك أن تطرده من هذا المجلس لأنه سيفشل المشروع لا محالة لابد أن تنفق ما لا يقل عن 5% لدراسات الجدوى 1% على الأقل ولـ 2% على الأقل للتجوير الإعلامي والإعلاني والتسويقي و2% للحوافز والأتعاب العملات هذا على الأقل يعني في هذه الحالة ستأتي بـ 95% فينجح مشروعك أما إن بخلت بالـ 5% فلا مشروع ولا نجاح مطلقاً يعني طبعاً كما نعلم من واقع الحياة ومن سنن الكونيا في النهاية تطرح هذه المشروعات على الاستثمار الداخلي والكتاب المحلي وتطرح على الاستثمار العالمي وبوسائل مختلفة مشروحة داخل البنوك تساهم التعاقد مع الصناديق الاستثمارية السيادية في الدول التي لديها الآن ما يوازي 12 تريليون دولار لدينا رقم أيضاً أريد أن أعلنه أن الحجم الرئاسمالية الحكومية أو التدخل الدولي في الاستثمار الخاص الآن بلغ أكثر من 46 تريليون دولار وأن حجم السيولة العالمية المتواجدة في العالم 2740 تريليون دولار يعني ما يقرب من 3000 تريليون دولار إذن إذا كنا نحن نريد أن نحصل على 250 مليار مثلاً فنحن نريد واحد في العشرة ألاف فرقم محدود جداً جداً ليس صعباً أن نحصل عليه ولكن بمجلس تخطيط محترم بجهاز تنفيذي محترم بتحالف محترم بين الحكومة وقطع الخاص كما حدث في اليابان والمعجزة اليابانية تشهد بذلك وكما حدث أيضاً في كوريا التحالف الذي تم بين الحكومة العسكرية الوطنية حين ذاك وبين التشايبول أو العائلات الغنية هذا النموذج أيضاً نجح من قبل هذا التحالف المنضبط مع وجود أسواق المال وجود المجتمع المدني بهذا المشروع المعلن على العوام والذي يراقب رقابة شرعية رقابة أيضاً مجتمعية لأن الأمر المعروف أننا المنكر في الفهم الإسلامي أيضاً له بعد اقتصادي وهو الرقابة على أموال الدولة من خلال الحسبة ومن خلال الأمر بالمعروف عن المنكر هذا المجلس الأعلى هذا الجهاز يتابع ويقيم ويضيف مشروعات جديدة ويحزف بعض المشروعات ويسمح ببعض الخروج أو بعض الانحراف البسيط عن المستهدفات ولكن ستأتي أيضاً زيادات في بعض المستهدفات تعالج ثم يضيف وأيضاً يستطيع أنه تكون ليس فقط مشروعات جديدة ولكن مساهمات في زيادة رأس مال بعض المشروعات يكون هناك بعض المساهمات في تطوير بعض الشركات كل هذا يعتبر من الخريطة الاستثمارية يعني هذا باختصار شديد ما هو في داخل هذا الكتاب والحقيقة بمجرد ما طرحنا هذا الكتاب في المعرض منذ أربعة أيام بدأت بعض الممثلي بعض الدول من بعض البرلمانات وغيرهم من الرموز الاقتصادية الرسمية في بعض الدول الحقيقة بدأوا فيه الطلب نسخ وبدأوا فيه السؤال والنقاش في هذا البرنامج أسأل الله عز وجل أن يكون فيه النفع للأمة الإسلامية وللدول الأمة الإسلامية جمعاء والحقيقة كل الدول الإسلامية بلا استثناء تحتاج إلى هذا لدينا الإمكانيات ولدينا الثروات لدينا الموارد البشرية لدينا مصادر القوى الاستراتيجية لدينا أيضا بإذن الله تكون لدينا الحكومات ذات الإرادة السياسية المستقلة لدينا طموحات لدى الشعب أن ينتقل إلى حالة أفضل مما هو عليه فهذه الحالة سننتقل إن شاء الله إلى وضع أفضل وظروف أفضل وأرقام اقتصادية متميزة تنتقل بنا أن تكون الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية من بين العشر الكبار أو من بين مجموعة العشرين نحن نستحق ذلك ولدينا بفضل الله المرجعية الإسلامية القادرة على ضبط الأداء وعلى وضع نموذج الاقتصاد الصحيح من خلال مشروعات حقية تكون بها شركات تلتزم بالأركان السليمة للشركة في الشريعة الإسلامية وتلتزم بالشروط الصحيحة للشركة في أحكام فقه المعاملات الإسلامية من خلال ذلك كله يتحقق المستهدف والمراد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يجد هذا النموذج المسار والفرصة للتطبيق في دولنا الإسلامية أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا